اشتركوا في القناة تقدم ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن منافق أهل الكتاب لأن قوله سبحانه وتعالى ومنهم يرجع إلى بعض أقوام من أهل الكتاب ولهذا قال منهم يعني بعض منهم لأن منهم كما تقدم المنافقون وأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثون بما فتح الله عليكم تقدم أن المراد خلى أي أنهم يستكنون إليهم وأنهم يعني يطمئنون إليهم وأنهم يسرون إليهم فلهذا قال خلى بعضهم وعلى هذا تقدم أننا نضمن الفعل خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثون بما فتح الله عليكم ليحاجوكم تقدم الإشارة إلى محاججتهم في ذلك وأنهم يحتجون عليهم بما في كتابهم ولقال يحاجوكم واللام هنا هي لام العاقبة خلافا لمن قال إنها لام التعليل والأظهر إن لم يكن الصواب أنها لام العاقبة لأنهم لا ينهون أصحابهم أن يحدثوهم بما فتح الله عليهم واستنكروا عليهم أن يحدثوا بما فتح الله عليهم حتى ليأول الأمر وتكون العاقبة إلى أن يحاجوكم ولو كانت للتعليل لكان هذا مرادا لهم وهو ليس مرادا لهم فهم لا يريدون أن يحاجوهم بل يقولون يأول الأمر وعاقبة الأمر ويصير الأمر إلى أنهم يحاجوكم ونحن لا ندوي ذلك أن يقيموا الحج علينا يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون وهذه مثل قوله سبحانه وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا آل فرعون التقطه موسى عليه الصلاة والسلام لا ليكون عدوا وحزنا لكن ليكون قرة عين كما قالت إمرأة فرعون كما قالت لما قالت له قرة عيني والعين لي ولك فلكن آل الأمر إلى أن كان عدوا وحزنا لهم وآل الأمر إلى ما آل إليه من هلاك فرعون وغرق فرعون مع أن موسى عليه الصلاة والسلام تربى في بيت فرعون فقوله ليحاجوكم هذه اللام واللام سواء كانت لام العاقبة أو لام الصيرورة فإنها ناصبة لكن لا تنصب بنفسها على المشهور عند جمهور النحويين من البصريين وغيرهم إنما تنصب بأن مضمرة خلافا للكوفيين الذين ينصبون بها ويقولون الظاهر أن العامل هو الموجود وهذا مضمع والدعاء لإضمار موضع نظر لكن جمهور البصريين لهم أدلة واضحة أن اللام أنه ينصب بأن مضمرة فعلى هذا الفعل من الأفعال الخمسة منصوب بأن مضمرة وعلامة نصبه حذف النون والواو يحاجوكم فاعل يحاجوكم به وكذلك لو كانت لام لو كانت لام للتعليل فإنه أيضا كذلك فإنها تنصب لا فرق في العمل لكن في المعنى تختلف هذه للتعليل وهذه للعاقبة هو الصيرورة فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك وبين أنهم مختلفون متناجعون وأن منهم المنافقون ومنهم أئمتهم وأحبارهم ورهبانهم ومنهم كما قال سبحانه بعد ذلك أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعنينون ومنهم من اليهود أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون هؤلاء أتباعهم هؤلاء أميون والأم يختلف فيه قيل الأمي منسوب إلى الأم على حاله منذ أن انفصل عن أمه بقي أميا لم يتعلم ولم يقرأ ولم يكتب من قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب وقيل الأمية الأمية في المعنى وإنهم وأنهم وإن قرأوا وكتبوا فإنهم لا يفقهون ولا يعلمون ما يتلون ولا يتلون حق تلاوتهم إنما يقرؤون ويتلون ما يكتب لهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا أماني لأن أحبارهم ورهبانهم أحبارهم ورهبانهم يكتبون لهم كما يذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أنهم يكتبون كتاب أيديهم وأنهم يحرهونه فلهذا يتلون ما يكتبون لهم و يزيدون وينقصون وينكرون نموة النبي عليه الصلاة والسلام فتكون صفته مكتوبة في كتبهم وأنه عليه الصلاة والسلام على صفة المعروفة لكن يكذبون ويحرفون وهؤلاء يتلون كتابهم ولا يفقهون ولا يعقلون وقد يكون منهم من يقرأ ولا يفقه لكنهم متابعون لهم وراضون بذلك وبالغالب أنه يظهر لهم ويتبين لهم تحريفهم لكن هم مصرون على هماهم عليه سواء كان أحبارهم من أحبارهم أو من أتباعهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون أماني اختلف فيها قيل أماني من ما يتمنونه ويشتهونه وقيل أماني تلاوة وهذا مع ما تقدم منهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية أي أنهم يتلون الكتاب أي أنهم يتلون الكتاب لكن لا يعلمون حقيقته ومعناه فيتلون الكتاب وتكون تلاوتهم هي بهذا المعنى تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاق حمام المقادر أي تلا وكذلك جاء في بعض النصوص كما قال سبحانه وما رسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ينقى الشيطان ثم يحكم الله وياته تمنى أي تلا فقيل التمني التلاوة وقيل التمني الكذب وهذا في معنى الآية التي بعده وأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه يحرفون الكلم عن مواضعه كما قال سبحانه فويلوا للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم ويلهم مما يكسبون فلذا اختلف العلماء على هذه الأقوال ولهذا في قوله سبحانه وتعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني استثنى في قوله إلا أماني وهذا الاستثناء استثناء منقطع يعني لكن أماني لأن الأماني ليس من الكتاب وهذا يبين أن معنى الأماني هذه هي الكذب وهي ما يتخرصونه وما يفترونه وعلامة الاستثناء المنقطع أن يحل أن يصح حلول لكن محله كما في قوله سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما يعني لكن لا يسمعون إلا سلاما سلاما وكما في قوله سبحانه وتعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني الموتة التي ماتوها وإلا لو كان استثناء متصلا لكان معنى يوتون هذا خلاف المعنى والمعنى أنهم لا يذوقون فيها الموت لكن الموتة التي ماتوها قبل ذلك في الدنيا ثم بعد ذلك البعث والنشور وبعد ذلك لا موت في الآخرة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقعهم عبهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى يعني لكن الموتة الأولى فهذا هو الاستثناء المنقطع وإذا قيل إنه ما يشتهونه فهو أيضا في معنى التخرص والكذب لأنهم أيضا يتخرصون ويتمنون أمورا هي من الكذب مثل قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا وقولهم نحن أبناء وقالت اليهود والنصار نحن أبناء نحن أبناء الله وأحباؤه نعم لما قال نحن أبناء الله وأحباؤه كله من التخرص فهذا هو تمنيهم الباطل ولهذا قال وإنهم إلا يظنون والظن هنا معنى الكذب وهذا يفسر قوله سبحانه وتعالى إلا أمانية لأن قال إلا يظنون والظن في لغة العرب كما نص على ذلك أئمة العربية يكون بمعنى اليقين إذا دلت البراهين عليه جاءت البراهين قائمة عليه جاء بلفظ الظن وكان بمعنى اليقين يعني إذا كان بمعنى الظن وهو مصاحب للبراهين كان بمعنى اليقين براهين الصدق وإن صاحبته البراهين الدالة على أنه بالتخرص وغير ذلك فهو من الكذب وإن لم يظهر هذا ولا هذا فيكون من باب الشك فيكون من باب الشك ولهذا قال لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون وهذا خطاب لليهود في جمن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا هو ما كان عليه سلفكم تقدم قوله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعدما قالوا وهم يعلمون وهذه الآيات كلها تدل وتبين قوله سبحانه وتعالى إلا أماني وهذا هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله وستدل بقوله سبحانه وتعالى وإنهم إلا يظنون وإنهم إلا يظنون ثم قال سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ويل لهم يكسب فويل ويل قيل معناه تهديد شديد ووعيد أكيد بالعذاب وقيل إن ويل اسم واد في جهنم لو أجريت فيه جبال الدنيا لذابت هذا روى التلميذ ابن حبان لكن الحديد ضعيف والأظهر كما اختار ابنه كثير وجماعة من العلم أن ويل كلمة تهديد وتشديد أي عذاب عظيم ويقال فويل وهذا هو المسوغ للابتداء بالنكرة لأنه يجوز لابتداء بالنكرة حين يوجد مسوغ والمسوغات كثيرة جاوزها بعضهم ثلاثين السيوطي وغيره ربما جاوزوها أو نحو من ثلاثين مسوغ ويجمعها العموم والخصوص يجمعها العموم والخصوص لأنه عند العموم والخصوص تحصل الفائدة فلهذا لما كان فويل هنا وهو ويل شديد فهو نوع تخصيص بقوله فويل أي عذاب شديد وعذاب أكيد لهؤلاء القوم المحرفين فلهذا كانت مفيدة فالمسوغ لابتداء بالنكرة أن تكون مفيدة هذا عقدهم مالك رحم الله في أبيات مشهورة معروفة في قوله ولا يجوج لابتداء بالنكرة ما لم تفيد كعند جيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا رجل من الكرام لما وصفه من الكرام تخصص فحصلت الفائدة حصلت الفائدة بهذا فلهذا جاز الابتداء مثل قول النبي عليه الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات فجاز الابتداء بالنكرة لأنه خاص في قول سبحانه تعالى ورجل ولا عبد مؤمن خير مشرك ولا عبد اللام هذه للابتداء ليست للابتداء ليست التعريف إنما للابتداء فلما وصفه جاز الابتداء به فالمقصود أن قوله سبحانه فويل للمشري فويل للذين يكتبون الكتاب يديهم يكتبون الكتاب يديهم تأكيد على تأصل الإجرام في نفوسهم يعني لم يكتف لم يكتفي أحبارهم ورهبانهم أن يوكل الكتاب إلى غيرهم لا تأصل الإجرام في نفوسهم وفي قلوبهم والإصرار على التحريف والكذب أن يكتبوه بأيديهم فويل للذين اكتبون الكتاب يديهم ثم يقولون مجاهرة وكذبا وعنادا يقولون هذا من عند الله والعياذ بالله فويل الذين يكتبون كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله كبرت كلمة تخرج من أفهم إن يقولون إلا كذب لم يقولوا إلا الكذب كما قال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلم إذا كان القول على الله بغير علم جعله المرتبة الرابعة بعد ما ذكر الإشراك بالله سبحانه وتعالى يعني جعل مرتبته ظاهر الكلام كما قال القيم أنه أعظم المراتب في باب الترتيب وهنا هم يحرفون ولم يكتفوا بل يكتبون كلاما من عند أنفسهم ثم يقولون هذا من عند الله لماذا ليشتروا به ثمنا قليلا هذه الغاية الدنيا كلها ثمن قليل إذا أضفتها إلى ما عاملوه ثمن مآله إلى الخسارة والهلاك إذا كان المال الذي يؤخذ حراماً في معصية هو قليل ومآله إلى قل ومآله إلى خسارة والجسد إذا نبت عليه نبت من سحد مع أنه لم يصل إدارة الشرك والكفر كالربا كما قال عليه الصلاة والسلام عند أحمد بسناد جيد الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل إلى قلة معنا إلى جوال يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهو ممحق فكيف إذا كان هذا المال الذي يشترون به ثمناً قليلاً بما كتبوه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ثم أكد المقام عليه سبحانه وتعالى جعل الويل لهم بمطلق الكتابة هم لهم الويل ذكره سبحانه وتعالى مرتين ويل عام للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هذا ويل ثم ويل آخر بما كشبوا فويل لهم مما كتبت أيديهم كرره للتهويل الأمر وتشديده ويل لهم مما يكسبون وفي الحقيقة هذا الكسب مآله إلى الخسارة والهلاك فبئس الحال حالهم وهذا في الحقيقة تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من التشبه بهم من تحريف كلام الله سبحانه وتعالى وتحريف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدخل في ذلك هو التعصب للمذاهب تعصب للأقوال صرف الحديث والأدلة من الكتاب والسنة إلى التأويلات الضعيفة هذا أيضا مما يدخل في هذه الآية يدخل في عمومها في المعنى وقد وقع في هذه أمة من أُناش كثير ممن حرف المعنى وهذا واقع كثيرا في تحريف كثير من النصوص نصوص ظاهرة نصوص قاطعة في المعنى وما ذلك يأتي هذا المتعصب ويقول هذا معناه كذا ويجعم أنه مراد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الأئمة الكبار مرآء من هذا حتى قال بعضهم كلمة عوراء لا تليق بقائلها قال كل حديث خالف مذهب إمامنا مؤول أو منسوخ هذا كلام باطل والعياذ بالله يعني نزل إمامه منزلة النبي قال بعضهم إني أقول إنهم يجب على كل مكلف أن يتبع الإمام الشافعي هذا الإمام الشافعي لو خرج لو سمع هذا لتبرأ منه وقال له هل رأيتني أحمل صليبا هل رأيتني عقدت في وسطي زنارا كما قاله الشافعي رحمه الله لما قيل له مرة قيل له في حديث أو رده أتقول بهذا قال هل رأيت في وسطي زنارا هل رأيت في عنق صليبا تقول لي أتقول بهذا أقول قال رسول الله وتقول أجمع العلماء أن من استبانت له سنة رسول الله سلم أنه لا يحل له خلافها هذا محل إجماع من أهل العلم لكن التعصب مصيبة ومن القصص التي وقعت وصار فيها عبرة قصة ثبتت بإسناد صحيح لا أذكر إسناد الآن حضرت الآن لكن أذكر إسناد الصحيح وذكرها الذهبي وغيره وأن جمعا من أهل العلم كانوا في جامع من جوامعي لعل خراسان المسمات إيران الآن كانت دارا للعلم ودارا للحديث ودارا للسنة وكانوا يتدارسون حديث النبي صلى الله سلم لا تصر الإبل والغنم الحديث من اشترى مصراتا فهو بالخيار بعد أن يحلو بها إن شاء أمسكها وردها ورد صاعا من تمر الحديث صحيحين عن أبي هرين رضي الله عنه قال وكان معهم شاب خراساني حنفي خراساني من خراسان كانوا يتدارسون هذا الحديث وأنه يدل على أنه يرد المثل يرد صاع من تمر ما لو حلب الشات المصرات المصرات معلومة التي يجمع لبنها أياما حتى إذا بيعت يظن المشتري أنها شاءت لبون وأن لبنها كثير فيكون تدليسا فيشتريها ويغلي بثمنها النبي عليه الصلاة والسلام حكم إذا علم أنها مصرات أن يردها ويرد صاعا من تمر وهذا يعلم بيّن أنه هذا نص لكن مع ذلك بيّن أنه عين القياس عين المعنى وأن الصحاب رضي الله عنهم أهل القياس وأهل المعاني فقام ذاك الشاب الخراسان بينهم وقال أبو هريرة ليس بفقه يعني اتهمه في الرواية اتهمه في الرواية طعن في روايته بعدما قال هذه الكلمة إذ سقطت حية من الشقف قصدت إليه فهرب قال فقلنا له تُب تُب فقال أتوب إلى الله أتوب إلى الله فذهبت الحية لا ندري أين ذهابت هذه آية وعبرة آية وعبرة فعدموا قدر السنة مصيبه بلية والشيء بالشيء يذكر أن أناسا من طلاب العلم كانوا يمشون إلى حلقة من حلق العلم فمر بهم مجان أصحاب المجون أصحاب المجون واللعب رآهم وهم يحملون الكتب وقال لا تستعجلوا ارفعوا أقدامكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها يعني أن الملائكة كما ورد في الحديث فقالوا فحفت قدماه في الحال وسقط آيات وعجنوا الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة لمن يسخر بآيات الله ويستهزئ فالمقصود أن الواجب هو الحذر من رد السنة والعلم مجمعون على أنه يجب اتباع السنة ومن استبانت له كما تقدم يجب اتباعها لكن من تأول واجتهد له تأويله قد يجتهد ويتأول لكن حين يتضح الدليل ويتبين الدليل يجب الاتباع قال أقدم صحاب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن أبو يوسف يعقوب بن راهيم ومحمد بن حسن الشيبان إمامان عظيمان لما وردوا المدينة وكان أبو حنيفة يقول إن الصاع ثمانية أرطال وهو عند الجمهور خمسة أرطال وثلث كما هو المشهور وهو المنقول وهو المعروف فلما قدم إلى المدينة وكان يقولان بهذا القول فقالوا لهم هذه آصعنا خرج الأنصار إليهم أبناء أبناء الصحابة خرجوا بآصعهم كل وضع صاعه في إبطه فقال كل منهم يقول هذا صاعي أرويه عن أبي عن جدي فأخذوا تلك الآصع فوجدوها على هذا المقدار خمسة أرطال وثلث فرجع رحمة الله عليه ماذا قال لو رأى صاحبنا من صاحبهم أبو حنيفة لو رأى صاحبنا لرجع كما رجعنا لرجع كما رجعنا هذا قصدهم السنة وهذا قصد الإمام الشافعي رحمه الله الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والإمام مالك وهم لم يقصدوا إلى مثل هذا على هذه الجهة من التعصب هذا محل إجماء من أهل العلم والإمام أبو حنيفة رحمه الله يروي حديث ويقول بها قد تكون بعض الروايات ضعيفة لكن هذا الذي بلغه وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع نسأله سبحانه وتعالى نعلم التوفيق والسداد والعلم النافر والصالح آمين وصلى الله عليه وسلم وبركاته شكرا